كثير من الناس يتوترون عند زيادة الوزن ولكن عند بعضهم يؤدي توتر إلى حالة تسمى فقدان الشهية العصبي وهو الطراب في الأكل يمكن أن يؤدي إلى فقدان شديد في الوزن ويميل مرض فقدان الشهية العصبي إلى رفض أي استشارة طبية وتجنب أي علاج في الواقع أنهم يكافحون من أجل عدم الاعتراف بمشاكلهم لإقناعهم بعكس ذلك من الضروري دام الأقارب والأصدقاء لهم والذين يجب أن يصروا بكل الطرق على أهمية البدء بالعلاج تحت إشراف طبي سنزور الآن الدكتورة ريان عبدالغفار سعيد طبيب عام أهلين عايشة خلينا نتكلم أول عن فقد الشهية بصورة عامة فقد الشهية هو الشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام قد تكون عرضية ومؤقتة وخفيفة وقد تكون خطيرة ومؤدية لنقص الوزن وقد ترتبط بالشعور بالغثياء أيضاً تحفيز الشهية في الجسم يتم عادة بواسطة عملية معقدة بين الدماغ والهرمونات والمحفزات العصبية مسببات فقدان الشهية كثيرة منها أسباب عرضية ومؤقتة ومنها أسباب مزمنة من الأسباب هي الالتهابات والأمراض المزمنة كأمراض الكلا وأمراض فقدر الدم ونقص بعض الفيتامينات والمعادن وقد تكون أيضاً الأدوية سبب من أسباب فقدان الشهية من أهم أسباب فقدان الشهية بعض الأمراض العصبية والنفسية كالاكتئاب وكمتلازمة فقدان الشهية العصابي متلازمة فقدان الشهية العصابي عادة يكون تكثر بين الفتيات وقد تكون عند أي من الجنسين ولكن تكثر عند الفتيات ويكون فيها نقص وزن شديد جفاف واضطرابات في المعادن وفقر الدم وسوء التغذية تجد المريض يتعمد القيء والصيام إلى فترات طويلة واللجوء إلى مدررات البول والملينات ويكون لديه خوف شديد من اكتساب الوزن أو السمنة على الرغم من أن الوزن يكون ناقص لأن هناك اضطراب في الدماغ واضطراب في الطريقة التي ينظر فيها الشخص إلى شكله أو وزن جسمه فعندما ينظر إلى المرآة يجد نفسه ممتلئ بغير الحقيقة قد تؤدي إلى نقص شديد في الوزن أقل من المعدل الطبيعي ويكون مؤشر كتلة جسم أقل من 17 وفي الإناث قد يؤدي إلى انقطاع الطمس ويؤدي إلى بعض الاضطرابات في الجسم الشديدة التي قد تؤدي إلى المرض علاج فقدان الشهية المزمن وعلاج متلازمة فقدان الشهية العصابي يجب أن يكون عن طريق طبيب مختص نفسي وأيضا بمساعدة طبيب تغذية لأنه يجب توخي الحذر عند إدخال العناصر الغذائية المفقودة ويجب إدخالها بالتدريج لأنه قد يؤدي إلى نقص حاد كمثال نقص في مادة الفوسفيت التي تعتبر مهمة جدا في جسم الإنسان غالبا ما يكون المريض رافضا لفكرة العلاج لدى الطبيب النفسي بل ويقاومها بكل قوة وغالبا ما يأتي للعيادة مجبرا تحت ضغط من الأسرة أو الأصدقاء فهل زيارة الطبيب النفسي أمر ضروري حقا لهم؟ سنتجه الآن إلى الدكتورة ليلة عادل محمود اختصاصية الطب النفسي حالة عيشة نتكلم دلوقتي على فاقد الشهية العصابي أو الأنوريكسيا نيرفوسة وده بيجي في بنات المرهقات بس ستيل ممكن يجي كمان في الزكور بنسبة 10% من الزكور مشكلة اللي هو فقدان الشهية العصابي أنه طبعا بينتج عنه أضرار عضوية سيئة جدا فقدان الوزن بصورة مبالغة الكتلة الجسمية اللي هو الـ Body Mass Index بيبقى أقل من 17% الشخص بيحصل تناقص في الوزن وبيبقى عنده عدم القدرة على النمو الطبيعي يعني المفروض لأن ده بيجي في فترة المرهقة فبييجي من سن 12 سنة لما فوق فالمفروض أن بيحصل زيادة في الوزن مع مرحلة النمو وده ما بيحصلش تماما بينتج عنه أضعاف كتيرا البنت ممكن دورة تتأخر عليها بالتلات شهور خلل في الغدد الصماء وخلل في الهرمونات هرمون النمو بيبقى قليل جدا الكورتيزون بيعلى قوي اضطرابات في الغدد الدرقية بينتج عنه كمان تغيرات في كيميا الجسم المعادن وقد تؤدي إلى الأنيميا الحدة والإغماء وتنقص في ضربات القلب يعني دي قد تلجأ إلى الدخول في المستشفى للعناية المركزة لأنها كانت تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحوال طبعا هي أسبابها جينية وبيئية في ناس الوات الأسرة عليها عامل كبير جدا لأن هو ده بيبقى أكتر من الأسرة اللي بيبقى كتير تنقض الطفل وكتير أنها توجه له نقد في كل تصرف بيعمله ما بتعديش ما بنحاولش نعلم أكتر من إحنا بنعنف ونعاقب ونلوم مرض الأنريكسن الفوزا ده مرض سيء جدا لأن عاقبه العضوية سيئة قد يؤدي إلى الوفاة في حالات كتير جدا فعشان كده لازم أن إحنا أول من لاحظ أن المراهج عندي في البيت المراهج أول مراهج ابتدى أنه هو ينقص في الوزن بشكل غير طبيعي وابتدى أنه هو دايما عنده إحنا بسميها distorted body image صورة نفسية لنفسه دايما شايف أن فيها خلل حتى لو خس وبقى تحت الوزن الطبيعي ووش وصفر وناس كلها ماشي تقولوا أنت خسيت جدا هو بيبقى شايف نفسه أنه عنده زيادة في الوزن وبيحاول يصلح ده مجرد أن أنا لاحظ أن ابني أو بنتي ابتدى ينزل في الوزن بصورة غير طبيعية ابتدى يبقى غير صحي ابتدى يمارس الرياضة بعنف ابتدى سلوكياته في الدخول للحمام من بيخش الحمام كتير ألاحظ عليه أنه هو بيطول في الحمام في أدوية كتير ظهرت زي الملاينات ومدرات البول لازم مثلا لو لاحظت أنه هو مثلا من نوع اللي بيعمل قيء إجباري لازم أحط الطفل أو المراهج بتاعي تحت الملاحظة لازم مراجعة طبيب نفسي وطبيب باطنية بسرعة جدا لأنه مرض جدا خطير وسهل التعامل معاه لو اتلحق في أوله لازم طبعا الطفل المراهج ده بيلجأ للعلاج الدوائي والعلاج الأسري السلوكي في حاجة كده بروجرام احنا بنعمله حاجة اسمها مونتزلي علاج أسري بنعالج فيه المريض وبنعالج فيه الأهل في نفس الوقت عشان نغير السلوكيات الخاطئة اللي قدت لزهور هذا المرض ده بياخد من 6 ل 12 شهر ده مدته طويلة وبنتعامل فيه مع المراهج إن إزاي يتقبل نفسه إزاي يتقبل شكله إن الخلل بس مش دايما على الشكل الخارجي إن ممكن الشخصية أهم وإزاي إنه بنيله الإحساس بالثقة في النفس لأن الأشخاص دي ميبقاش عندها ثقة في النفس النهائي بيبقى عندها دايما إحساس إن هي مهما عملت فيها ضعف وده بيبقى ناتج أكتر من العلاقة الأسرية لأن بيبقى فيه خلال في العلاقة الأسرية قدت إلى نقص في النمو شخصية المرهج فلازم نشتغل مع الاثنين مع الأهل ومع المريض ونعلمه إزاي يتقبل نفسه العلاج الدوائي النفسي مهم جدا 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 هي خطة متكملة بس لازم تتاخذ بجدية لأنها قد تؤدي زي ما قلنا إلى الوفاء في حالات كتير جدا دور اختصاصي التغذية مهم ويتم اتباع نصائحه بدقة للوصول إلى أفضل النتائج لأخذ هذه النصائح سنذهب معا إلى خصائية التغذية العلاجية أريج موسى أهلا عايشة فقدان الشهية العصبي عبارة عن اضطراب في تناول الطعام يتمثل من خفاض غير طبيعي للوزن وخوف دائم من زيادة الوزن وتشوه لمفهوم وزن الجسم فالشخص الذي يعاني من فقدان الشهية العصبي يبدي قيمة كبيرة للتحكم بوزنه وشكل جسمه فيبدو الجهد كبير بحيث يؤثر على نشاطه وأنماط حياته اليومية عندما يتغير وزن الجسم سواء بشكل مقصود أو دون مقصد هذه التغيرات قد يتبعها تعليقات إيجابية من الأشخاص المحيطين حول إنقاص الوزن أو تعليقات سلبية عند زيادة الوزن مثل هذه التغيرات والتعليقات قد تحفز بعض الأفراد لاتباع حمية شديدة والدخول في مرحلة فقدان الشهية العصبي بشكل تدريجي بالإضافة لذلك فإن الجوح وفقدان الوزن قد يغير طريقة عمل الدماغ وبالتالي صعوبة في اتباع عادات صحية طبيعية في الحقيقة هذا الاضطراب ليس له علاقة بالطعام فهو طريقة غير صحية في محاولة التعامل مع المشاكل المحيطة قد يكون من الصعب جدا التغلب على مشكلة فقدان الشهية العصبي لكن مع تلقي العلاج المناسب بإمكان المريض أن يكتسب إحساس أفضل تجاه نفسه وأن يتحول لاكتساب عادات صحية في تناول الطعام وتجنب بعض المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالطرابات فقد الشهية العصبي إن الأعراض البدنية المرافقة للإصابة بفقد الشهية العصبي تتلخص بفقدان الوزن الشديد فقر الدم الإرهاق والتعب الدائم الأرق والدوار تغير لون الأضافر تساقط الشعر الإمساك عدم تحمل البرودة عدم انتظام بمعدلات ضربات القلب انخفاض ضغط الدم وهشاشة العظام وفيما يتعلق بفقد الشهية العصبي يعمل فريق من الأطباء واختصاصي الصحة النفسية واختصاصي التغذية بشكل متكامل للقيام بمواصلة العلاج والتثقيف الغذائي حيث يجب استبعاد الأسباب الطبية لفقدان الوزن والكشف عن أي مضاعفات مهتملة وأخيرا يتلخص دور أخصاء التغذية هنا في إرشاد المريض وعائلته والأخذ بيدهم للعودة إلى النمط المنتظم من الأكل بما في ذلك توفير خطط وجبات محددة ومتطلبات من السعرات الحرارية التي تساعد زيادة الوزن مرة أخرى بشكل تدريجي